السلام عليكم مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص دياننا يفلى عدة لا تنسوا الشرف لايكوا و سبسكرايبوا و تشاركوه مع أصحابكم حتى تكون خاوي و تباو الطب ماشينا بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم أصل على سيدنا محمد أخوة أعوتاني كنشوف الفيديوهات طائحين و كنتمنى أنكم تفاعلوا حيث هذا الشيكي يهرسني مهم لما نطول عليكم كتر خليونا نبدأ قصتنا القصة اللي وصلتني اليوم كتقول اسمتي حاليمة و عندي 48 سنة أنا محفظة للقرآن في واحدة الجمعية عشق القرآن بدأ من الصغر كنت ديما في مكان سمع و كي تقرأ كنجلس حذر راضي و كم كانت صنت و من بعد ما تعلمت القراءة أول حاجة درته هي بديس كنحفظ القرآن أما والديها مكانوش قاري و كانوا بحل بزيف دين الآباء همهم الوحيد و لقمة العيش المهم أخويا أنا مني بديس في هذا الطريق ولا تشي أمور غريبة كسوقها معايا و خمخصنيش نعود عليها و لكن غير من باب التلميح سأعطيك بعض المواقف واحد المرة في قصف الليل لا أريد أن يأتي للعاس كانت لدي 12 عام تقريبا و عندما تشعلت اللامبة ذلك الساعة كانت لا تخلنا الضوء و بدأت نقرأ في القرآن و تحديدا صورة الملك كان الصهد و الصيف في ذلك الأيام و لكن بدأت نشعر بحل واحد وهو بارد ضايروبية بلا ما نشعر لقيت راسي الذي كان قرأ بصوص مرتافع و أحد شوية ذات راسي كان لقى جوجة الرجال قالسين مقابلين معايا و أحد هذه اللوحة و القلم و الثاني هذا يديها تسبيح و دائر السجادة على كتبه كانوا يشوفوا فيها و كيتب اسموا لي أنا تخلعت صراحة و لم يكن يخلعوا و لكن غير ذلك الحضور و الهيبة اللي عندهم خلاني نخاف مغودت مواله كملت الصورة ديالي اللي كنت كان قرأ و سديت القرآن و نترجعت تكيت حدا أختي الكبيرة لغدليه فقط مرتاحة و فرحانة الضار كان و ديمة يستغربوا أنني كنكون ضحكة و فرحانة بجميع الأوقات بالرغم من كثرة المشاكين اللي كانوا عندنا في ذلك الفترة أختي و الوالدة يبقوا يقولوا لي لماذا أنت لم يعيشت معنا و لماذا؟ فطرنا و دخلت كان طويل الفراش و أنا لقى مسبحة خضرة مقطعة لم أعرفت مين جاءت جمعت بالزربة ذلك العقيق و اديتها جدا لتصيبها لي حيث جدا كانت صديقية لحرفة ذلك كانت تقادل العقيق و كانت تبيعه في الأسواق سؤولتني مين جاءك هذا؟ قلت لها غير لقيت وطايح وصافي المهم داس ذلك النهار واحد المرة كنت خرجت للعب وتعطلت قليل مع البنات كنت غير أحد الضار نيت والذي أدى للمغرب أرجع للدار و تلقى لي أخويا في الباب أخويا كان قبيح غويت عليها و ضربني الوجيح تبقتي يدوم صورة دخلت للبيت و أبقيت كامبكي و هو خرج عن صحابه مكان لخدام الأول يمشي و غير يوقفه في رأس الدرب أو يجب أن يخلوه و يكميه و يسكره و من ظهروا ذلك النهار لم تتلاقوا بصحابه و المؤلف يخرج معهم نلقوا جدراري آخرين و مشا معهم الواحد الخربة كيتجمعوا فيها غير ذلك السكيرية كانت شاركة قديمة اللي سددت حال هذه و لم يكنوا عارفة رأسهم ما أريد أن يديره خلوا أخويا احتشرب بزاف و سكر و ضاروا ليه الدولة يقع الفلوس اللي كان هزمه و نزله عليه الوجهه بجنوية و ذلك الساعة الدم سخون لا أشعر بجنوه و أنا أخويه اللي ضربتني الفيقه في ذلك الوقيته قبل أن يرجع أخويه بشوية نسمع صوت راجل يقول لي نظر يظهر و يرى و ذلك الصوت كان مسموع و واضح بحالي لشي واحد قاس حدايا حتى بدنا نسمعه الضقان بالجهد نظرنا نجريه و أنا و أختي و الوالدة و نعطي الوالد و ولي حل باب كي يبلينا أخويه و جهوه كامل دمايات و أخوة نجريه في حالة يرتلاها أدى الوالد و الوالدة السبيطار و خيطه لي و لكن ذلك الضربة مرمات حيدات و قد فيه إلى يومنا هذا واحد الصباح كانت جات عندنا أجداء و ادخلت البيت قلت لي يا أين لقيت هذه المسباحة؟ كانت صايباتها قلت لي أراها لقيتها في طريق الجامع أعطيتها لي و قلت لي رخص كدروري ترديها المولاها و من نجبتها أرجع أحطيها سمعتها كتعود الوالدة قلت لي أمنين جابتها لي و أنا كنشوف راجلك يقول لي يرضي تصبيح المولاده قل لي الحالي ما ترجعوا لبلاسته يمشي يكون مسكون ولا فيه شي حاجة الوالدة في ذلك الموقف بحال قاعد الأمهات قلت تغوته و قلت لي أنت أي حاجة ألقيتها طائحة تجيبها تخليها علينا الدار سيري لوحي كدبت عليها يا ربي يسمح لي و قلت بالليلحته و لكن درته في المخدد يالي اللي كان نعس عليها و من بعد جبته و قلت تقربين الله و سبحان الله في ذلك الهيام الأحلام ديالي كاملين و زوينين و نورانيين كيف كنقوله و الذي كنت نشوف ناس بشورين كنت نشوف راصي في بلايس زوينين كنت سماع القرآن في ودني و بقى الحال هكاك حتى كملت 15 لعام واحد المرة كنت خارجه مع أختي و الوالدة ديالي وهو يدوز واحد الرجل طويل من حدانه طولته ماشي عادية وقع الناس كانوا يشوفو فيه ادي كانت أول مرة نعرف باللي انا زوهرية و قف علينا انا و اختي و الوالدة حتى خلعناه و قاك يشوف فيه انا بالضبط و قال لي يا هدل بنت عندك زوهرية بنت الشرفة بالطابع و اللي ضر هولي ادها تخرج فيه اعطاني جوج ديال التمرات كانوا في جيبه و واحد الحجاب قال لي هده بقى يتحلقي في عمقك باش يبعد عليك السحرة و المشعويدين خدات الوالدة و استقاط رجعتنا للدار و هي خايفة حد ذاك الرجل والله اخويا ما كان عادي كون كانوا الدار و الناس ما شافوش مقدر نقول لك باللي رهجن ولكن كان كنت مش عادي بين الناس انا كليد ذاك التمر اللي اعطاني و الوالدة غوتات عليها كتقولي ياه وش انتي اللي اعطاك شي حاجة كتاكل ياه وش بغى تحمقيني مو يمشينا الدار على اساس ستعلق لي ذاك الحجاب في عمقي استقاط حلاته و بقات كتشوف شنو فيه كانوا فيه اخويا ايات و حروف متقطعة من القرآن بالاضافة لطلاصم و رموز من فهمينش ناط الوالدة قطعاته و لاحته قلت يا الله ما نخليك تدريها تشيف عنقك خافت ليكونش سحور ولا تقاف انتو ما عارفين الامهات ديش حاله دي كانوا مسوسين من هاد الناحية في تلك الليلة الوالدة قلت نابل اللي شافت راسه بيته وسط واحد المجمع فيه وجوه و نسكي خلعوا الريوص ديالهم ديالحيوانات والكسدة ديالبنادم قرب منها واحد اللي كان وجوه بشي ماعز و زيار ليعلي يديها حتى روحها بغت تخرج الغدليه صبحات مكوانسية من يديها ما كتقدرش تحكم فيهم ما بقاتك تقدر لا تحلم ولا تسدهم بوحدة حتى يعاوناشي واحد و بقاتك تقول لي انتي سبابي انتي سبابي بسبابك ووقف علينا ذلك السحار وعطاني ذلك الحجاب أنا دا بتعوقت من يدي لأم دياليا اخويه كانت مندي مقاصحه معانا احنا البنات أما اخويه كانت ضريفة معاب الساف وهي اللي كانت كتعطي الفلوس بالتخبيع للواليد وصل واحد رمضان اللي كان جاء في فصل الربيع شهر ربعة و لخمسة مع قلش و انا في الربعة كنت كنت كنبغي نمشي للعروبية عن جدا ديال الواليد ذلك العام اختي كانت بداتك تتعلم الفصالة و الخياطة و ممشيتش معايا ممشيت غرب بوحدة تعرضت لي اجدا في المحطة ديال الكيران و كانت كتفرح في بيبز الساف حتى كنا غرب وحدة هي واحد عمتي اما ولادها و بناتها الاخرين كلهم تزوجوا و احتانا اخويا كنت كارتاح عندها حتى كان خرج من ذلك الجو والسام اللي عندنا بالدار دار جدا كنت كناخد راحتي كنقرر القرآن كيف العاطة كنصلي صلاتي و كنخرج لعند البنات ديال المنطقة نبقى مجمعة معاهم عكس بزاف ديال الزهريين اللي كي قولوا بلي كي بغيوا العزلة و ما عندهم مش صحاب انا كانوا عندي بزاف ديال الصحابات و كنت اجتماعية و كنت ارداغي بلاصتي و حدا من ذلك البنات اللي كنت كنقلس معاهم ما كانت كتحملني حد دارهم هي كانوا بغني زوجها بواحد والد عمها و لكن وجد و امع جدا علي انا بلا خباري كان يشوفني غير مرة 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 بني كمشي و عندها العربية مهم ولا لاسقها و في مماك يتلقى هكي يقولها هضري لي معا والدك تعمل والد ديالي راني ناوي الحلال و هي عمرة ما قالت شي حاجة حد ديك ساعانة بقى صغيرة يلا عندي شي 16 لهم ديك البنت من اللي عرفات ما بقيتش كتحملني و كتدير اي سبابش تدابز معايا واحد المرة كان سالة رمضان و بقيت انا مازال في العربية و كنا مشينا كامل الوحد البلاصة عالية في جنب الضوار حيث المنظر دي الغروب من تمكي بانزوين و انا كتعجبني ديك البلاصة مشينا و كانت معانا حتى ديك البنت اللي قتلك عليها احنا ضحكين بينات نوية غير زاكتة و في مكان الزراسي كالقاها كتشوف فيها و بينا باللي ما كتحملنيش صافي دوزنا ديك العشيات ضحكناه بدات الشمش كتغرب و قلنا رجعوا في حالنا باش ميشدناش طلام في الطريق ديك الساعة كان ضوي و غير بالبيلات و كان عندنا غير بالبيل واحد واحد اللحظة بدنا كنسمعوا صوت الكلاب كين بحمرانا دوك البناس مشاوكي يجري و هاربين و انا و ديك اختنا و بقينا اللور و هي كتجري و كتقولي هاربي هاربي و دفعتني بالعاني على الحافة و مشات و ما تسوقاتش لي صافي انا في ديك اللحظة كنت كنقول غنموت حيث البلاصة عالية و ما عنديش فاش نشد و كنقسم لي كأخوي حتى كنحز بشي حاجة جراتني و رجعتني البلاصة و قد قلت ساكولي كانت رعد و اعرقت بزاف بحالي لاخويتي عليا الماء ديت كان قرأ في القرآن و هما مشاو و ما بقاوش كيبانوا لي انا ارتاحيت شوية و عاد بقيت غادة و المشكلة انا الضلام طاح و ما عنديش حسابش نضوي بلدات و البنت انا كنت خايفة غير من الكلاب اللي يكونو كيدورو في الليل ما بغيتش نقول اخويه كيفاش ارجعت للدار حيث هذا كيبقى من الاسرار اللي بيني وبينهم و لكن والله ما شعرت حيث رقيت راسي قدام الباب ديالدار جدا و دوك البنات واقفين معاها كيشرحوا لياب اللي تلفت عليهم و هي تشوفني جاية و هما براسهم تخلع و ما فهموا والو اما ذلك خطنان اللي دفعتني قد تقول لي ما وقع عليك والو انا كيحساب ليارك تحتي من اللحافة جدا 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 تتعنق فيه و عاد عودات لي على ذلك خطنان علش ما كتحملني ايش منت ماك و اللي تكون خرج غير بوحدة او لك مقام جمعه مع ذلك الناس الكبار واحد الراجل كان في قيد يالدك الطوار شابني كان قرار القرآن و قال لي انا بقى نمشي نتعلم القرآن في المسجد تشاورت معا جدا قلت لي يا سيري يا بنتي تصور انني كنت البنت الوحيدة وسط بزاف ديل الدراري ولكن كانت عندي ذاكرة قوية سبارك الله و قدرت نكمل ستين حزب و نفع مرة 19 لسانة رجعت لدارنا و اللي تخدم في واحد الروت ديل الدراري الصغار كان قرر لغة العربية و القرآن قالوا الدراري الصغار سبحان الله كيبغيوني بزاف و والدهم ديما كيشكروني من بين الأشخاص اللي كانوا كيجيبوا ولادهم واحد الراجل اللي غنعرف بلي مطلق مراته وسمحات لي فولده وولده كنت عزيز عليه بزاف واحد المرة جبد معي الموضوع دي الزواج و فعلا وافقت تزوجنا و شرت عليه انني نبقى مكملة في خدمتي انا قلت كان خدم غير في الصباح و في العشية كتبقى لي خاوية و الحمد لله ربي لقاني بانسان لي مزيان و عشنا احسن ايام حياتنا هو عارف القاضية دي لانني انسانة زهرية و عندي رفقة صالحة حيث بعض المرات بدون شعور كيصدروا مني تصرفة غريبة بحل مثلا كنقول شي حواج لي انا في الاصل ما عارفاهمش كنصايب شي حاجة ليتقدر تكون صعيبة على النساء بحكم القوة الجسدية المهم شي امور بحال هذه احد المرة كنا نمشينا عند الام دي الراجل للدار و انا يا الله دخلت طلعت معي الصهدى واللي صغير ضايخة و بغيت الرد حاشاك و بديت كنسمع تشوش و يشفتني دويت معاه و كتليب لي شي حاجة كينا في هذا الدار ليس شي طبيعية هو كان كي تيقبية قالها الام دي يالو بشي انه يصيقوا الدار و يتلقوا القرآن حتى هنا بديت كنقرأ و شددك تصبيح بيدي تصور بدك يتجر لي من يدي بحل الشي واحد بغي يحيدوا لي كان ذكر الله كي تترخعه و ثاني شوية كي عاودي يتجر المهم تطرط رونات مجرد ما تتلق القرآن الباب ديال طوالد كيتحل بوحده و كنسمع صوت الغوات جاي منها المشكل انا مو كانت ساكنة بوحدة بوهمية و ساكنين تحت من اخوتهم مع عيالاتهم مش هتزل عند خوه و جابوا راقي اللي لكامله هو كيقرأ لك شي اللي طلع في الام ديالو قال لهم باللي السحر ديس في القوادس ديالو دار يعني صعيب باش يتحيد خاصهم يهرسوا الحمام كامل باش يقلبوا عليه اعطاها غير المادية الرقية و واحد الكتابة ديالو بحل حجاب للتحصين و وصها باش تطلق القرآن و لحد الساعة ديالو الدار الفقانية مسدودة قليل فين يطلعوا ليها اما الام ديالو انتقلات للتحت و اسكنات مع اخوه الكبير وحتمنين كي بغيوا يكريوها الناس كيدخلوا سيمانا ولا جوجو كيخرجو و كيسمحوا في الفلوس دازوا اليام على نفس الحال حصل قيت راسين خارط في واحد الجمعية كي علموا العيالات و البنات القرآن كي ينجيها ديالنساء و جهة ديالرجال واحد المرة كنت كنقراء صورة البقارة هذا الشيء في 2016 هكاك واحد شوية كنزراسي كنقى واحد الأخت كتخنزر فيها و كتدير فيها شي شوفات خيبين و كيخرجوا منها أصوات ماشي طبيعيين أنا كملت في القراية و عارفت بل عندها أذى روحاني تتصور شنو دارت ناطت كتدور على العيالات و كتجر لهم بزيف من فوق ريواصم كاملين كتحيدوا ليهم و كتجري في ذلك القاعة و لكن ما قربتش الجيتي كتشوف فيها غير من البعيد كاملين حيدت لهم بزيف و كل شي تريير واحد المرة مسكينة كانت جات في طريقة دفعاتها على الأرض حتى طاحت و غيبات و تمك عيت لواحد السيد بحل الحاريس كي يجزع ما يشدها والله مقدر عليها قد كتشوف فيها و تقوليها غادي نعذبك كتظر على أساس أنها هي راجل جاوشي ناس آخرين خدامين تمك و شدوها و قاوك يقرأوا عليها واحد شوية عدتها الدنات من بعد خرجوا كاملين و أنا بقيت معها و ما كانتش خايفة منها بالعكس هي اللي كانت خايفة من بعد ما فاقت سولت على قصتها و شنو اللي يوقع عليها شنو اللي يوصلها لدي الحالة قد لي أبلي هي في صغرها كانت عادية ما كانت لك تشوف و لك توقع عليها شي حاجة حتى كبرات و بدت كتقرأ في التناوية و كانت ديما من الأوائل شي بناس يحقدوا عليها و هذه نصيحة الناس أنهم يرطوا بالهم مع من كيتصاحبوا ما تديروا اشتقى نهائيا هذوك البناس كانوا ديرين رأسهم صحاباتها و كل مرة وحدة فيهم كتعرضهم لدارها على أساس أنهم يقرأوا مجموعين و هي مسكينة كانوا دارهم على قد الحال كانت كتحشم تجيبوهم عندها و قلت لي كنت كان طيح ديما براسق قدامهم و كانقول الحمد لله لي عندي ابناتي قبلو يتصاحبو معايا حتى كيف قلت ليك ما كانت الشي بنت اللي كتلبس و كتقد حالتها بحالهم كان همال واحد تقرأ و تقايت لكي تخدم و تهز والي ديها واحدة في ذوك البناس كانت لأم ديها لشوافة و هي اللي قلت لي هم ما أجيبو لي البنت اللي بغيتو تقايتها ذلك النهار بنت شوافة عرضات عليهم و من اللي احطط لهم الماكلة و العاصر كان الكاس ديالها و التبصيل مبدلين على صحاباتها البنات و لكن يما قالت باللي القاضية في السحر كلات عادي و شربات قلت لك باللي كانت تحس بشي حاجة بفمها بحال الضفران و لكن وخاكك سرطاتها و مغرش تدير الإحراج لذيك البنت رجعت لدارهم و من ذلك الليلة بدأ العداب دياله و خامك تأكل و تفق في الصباح ضروري خاصة تقياح حاجك شعرك تدوز علي غار يديك يبدأ يتقرد و يطايع و لا تبقى نهائيا تحمل تقرأ و لا تمشي للمدرسة و حتى يلمشت تدخل طوالة التنوية و تسد عليها في الضلام و تسبق قذبك حيث مع الأساف لا تعرف من بعد ما قلت لها استحرة أمك و تضعه في طوالة المدرسة ترى درجة الشر اللي ممكن يوصل لها الواحد و لا كانت شيء واحدة فيهم لانهائتهم و لقتلهم بل هذا الشي حرام اللي كانت تدروا فيه إلا كاملين تتفقوا باش يقضيوا على هذه البنت اللي كانت الحاجة الوحيدة باش فيتهم هي القراية أما حياتها أصلا كانت عذاب و زادوا وكملوا عليها الإدارة كانوا ديما يعيطوا أمه و يبقوا يسولوها و ايش عندكم شي مشاكل في الضار حيث بنتها تراجعت في القراية و الشي واحد يمقاع خرجوا إشاعات و قلوا بليك تتقرقب و قلت تحشيش مع الدراري و إذا كنت تتعلم أو ديما تسد عليها في طوالات لدرجة أنها واحد المرة بقعت احتفت تستدي العشية و تسد عليها الباب المدراسة و شي شماكر ينقص الصور و دخله لتمك و على شوية ما كانوا يتعدوا عليها هي براسة ما كانتش عارفة نواقع عليها و إذا كنت يوقف عليها ديما في الليل رجل كله يزغب و عنده القرون يقول يا أنا هو اللي معدبك في حياتك و ما غداش تهني مني حتى تموتي و بعدما تشعركت القراسة خرجت الزنقة في نص الليل أو دخله خربة مهجورة أو لمشت جنب المقبرة و تسمع صوت يقول يا هذا هو قبرك جاشوكا المهم حياتها عبارة على هذا حماقت في واحد الفترة و تهرب من الطار و تمشي المراحض العمومية أو هذه المراحض اللي يكونون في القهاوي والإحساد المحطة الطرقية و تبقى قلسة و من بعد تشعرك الكائن عنده قرون يأتيها في الفراش و كي مارس معها بزز منها ذلك الشي اللي كان يتمارس عليها خلها تكره تزواج وتكره الرجال و حتى هموا لو كي يكرهوها مع الآساف ذلك العام و خمشة تدوز لباك طاحت لأم تمك و خرجوها و سقطات و العام اللي موراها ما قدررتش تمشي تقرا حتى أصلا بحللة تسطات بعقلها لأم ديالها تبعات العيالات اللي كانوا كيقولوا لها اديها ازوريها و ربما الله يجيب الشيفاء بالفعل والأس كدية لدوك الأولياء و السادات اللي عندهم في مدينتهم كي اللي كي حبسوها تماك كتبقى حتى السيمانة ولا أكثر و هذا كيتلقوها واحد المرة كانوا القاوة كتدير الكارتاج بالوالي و مشاول عندها و هي اللي قاتلها بلي بنتك صحاباته و مالي داروا لها السحر و داروا لها حتى التوكال و ذاك الجن اللي موكل بالسحر راه معدبها و تحول لها العاشق و اللي بغتر تحو التنى منه لابد لها منتبيحة باش يتفك السحر و الدم يحيد الدم حيطراها السحر اللي مديور لها داروا لها دم الحيط دياله تمك موازات تخلعات و محرفات ما تدير قلتها لاباها قال لها لا ذاك شي غير تخربيق مغند بحوش و صافحة الامة بقال لها ما تقول سكتات والبنت بوحدها بقى تكتعاني في صمت و قالت باللي حتى يقرب لها شي راجل على أساس الزواج كتوقع عليه شي مصيبة و لا توقع لها هي شي حاجة اللي تخليه يهرب و ما يعود شي يرجع على واحد المرأة كان جا عندهم لدارهم واحد على أساس يتعرف عليها في الأول و من بعد يجيب وليديه غير دخلوا وياها خلوهم بوحدهم بسعما على أساس يتعارفوا كتقول باللي ما بقيتش واعية على راسي شنو قلت او لشنو درت والحوار اللي ضار بيني وبين ذاك الشخص ما عارف شنو تقال فيه المهم هو هرب و ما عاود ش ترجع على أبان يعني ذاك الجن واللي يتحكم فيها بشكل كلي والصدمة هي اللي جاية واحد نار في الليل هذا شي مكانش واعية عليه واحد المشاة كانت والده عندهم في الدار و ناط هي بلا ما تشعر هزت لها واحد من ولادها و تبحثه في الطوالات ناط مهم اللي سمعت تقرق شعلات الضوء القاتل في ذلك الحالة و قد تغوث وبها كذلك من اللي شافت تصدم و هي كتضحك و كتدوي معه بصوت غليت صوت راجل تمك بها تخلع و بدك يفكر فعلا أنه يجيب لها شراقي ودك شلي دار القواحد اللي قبل أنه يعالجها بدون مقابل حيث الأغلبية يطلبوه ثمان غالي جابوا الدار و بدك يقرع لها حتى تصدم من ذك الشي اللي شاف لا هو ولا والدها شافوا خيال كحل و يدخلوا يخرج من الحيط اللي مقابل معاهم طيب بدك يمشي و شيء و يسمعوا الزديح بحال اللي الدار ستريب فق راسهم أما ياه كلها تعوجات و بدك ترجحها شك الشي كحل من فمها حيث عرف باللي عنده توكال و يدر لها السفراخ مرى هذا الشي اللي فيه أطلع و قال لي ذلك الرقي ما كنت قال لي أنا جن سوفلي ماسوني و دخلتها عن طريق السحر لا أريد أن يقول لي اسميته ولكن قال لي ذلك الشي اللي قالت لهم الشوافة من قبل إذا أريد أن أخرج منها يبحثوا لي أعطروا سكحل و دعوه تشرب من ذلك الدم و تتمرغ فيه و لعمرة سترى النهار البيض ذلك الرقي يبقى يقرأ 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 و ذلك الجن غبر و لا يعود شبان و في الخراق قال لي ما لا نستطيع عليه يجب أن تعرفوا بلاسة السحر ضروري لكي نفكروا لكم قالوا كيف يفكروا و كيف يدروا و الأب قتنع مع الأسف بالفكرة للدبح حيث لا يزيروك و يدروا جميع الحيال لكي يجعلوا الشخص يدبح لهم و أخذوا و أعطروا سكحل كيف قال ليهم و يدبحوه و هي ذلك الساعة كانت مرفوعة و كانت تحضر فوق منه قالت باللي كانت تسمع الموسيقى و خمك نشوه ما طالقينه ضاحت فوق دك الدم شربات منه و تمرغات فيه و الغدلي صباحات مزيانة كتدوي معهم عادي هما هكا كيبينو ليهم باللي صافي إلا دبحتي لهم و غادي ترتاح و تقول لي بي خير و لا خير و لكن انت عادك تزيد تغلبهم عليك و بحالي لك سعطيهم الجام في يديهم باش يتحكموا فيك كيف ما بغاو من تمك كرهات تناويه و معودات شرجعات القرايته و تخير قاسه في الدار و حافظه راسه ما بقى تبغى لتزوج لتشي حاجه حياته تقول توقفات و لدي ما كتسمع القناوة في الليل كتقول يا بلا من شعرك القراسي طالقهم و كنت تحير عليهم و قلت لك مني كتكون في ذاك الحال كي بلها شي وجهك يشوف فيها و كيصفق و لو دك الناس اللي مبليا بتشعويد كي يجيول عندها و كي تصحبوا معاها كالك فيما كتخرش ضروري يجي عندها شي واحد و لا وحدة و قلت من بعد عطيها لطريق البلية كتكمي معاهم و كتشرب يعني اخذتي بنت اللي مؤدبة و داخلها و قراسة و هي اللي أولا في قرايتها و رجعت يا بنت اللي مصوفجة و خارجة الطريق و كتديرها على المبيقات و في واحدة رمضان كنت جاء بحل تأني بالضامير حيدت ذاك البرسنج اللي كانت دايرها في نيفها و في لسانها و ضرقات ذاك الوشام اللي كانت طابعها في ظهرها بولت كتدخل لحلقات القرآن و كتجي مع العيالات اللي كنت انا كنقريهم في ذاك الجمعية و انا في صراحة ما امرني مرضي تلي البال حيث كنت ديما كتهرب كتجي كتبقى شي اربع ساعة و كتخرج في حالاتها و كنت كوتية حتى في العراضة مني كتبغي تعرض القرآن كتعرض على واحدة المشريفة اخرى ماشي علي يا انا بقيت في يا ذاك البنت حيث بقى صغيرة و بغيت نعونها و قررت انا نرقيها بما تيسر مني مرة ثلاثة الحساسة الرقية اللي ادرت لها انا و انا نحلم واحد الحلمة كان نحلم بواحد كيبان لي في غر نص نص ديال وجوه ولي كيبان و كيقول لي يا والله هيتا غير شاد دهم عليك و كنت في حالة مخلوعه و كان نهجه هاربة ذلك يومين شديت في الفراج و كنت كنقول غادي نموت من درجة ان الزوج ديالي الداني اللي يزير جانس في واحد الليلة و من بعد اني تلاقيتها قلت لي انا ما قطرش نكمل معاك غادي يمشوا و نقلبوا على شراقي و حد اخر قلت كنسولني تذوك اللي في الجمعية على شراقي و اعطاوني واحد اللي يمشينا لعنده انا و ذيك البنت ذاك الراقي بدك يقرع عليها نفس الحاجة كي يطلح فيها ذاك الجن و كيقول لي ما غاديش نخرج منه انا مرتابط بيها بالدم و ما نخرج منه حتى ما تبقى فياتها قطرة حتى تنشف و يقول له مع الاسف ما نقدرش خاصني ضروري للقابلة ستستحري اللي بغيتوني نفكو قلت كنسولة على ذوك البنات اللي كانوا صحابتها ايام التانوية قلت لي يا راه كامل نتحوله و لكن بنت واحدة اللي بقى عارفة فين ساكنة قلت كنحاول نتواصل معاها طرنا معاها في فيسبوك ما كتجاوبش مهم ما بغيناك نمشي و نطقع عليها نيشان من بعد و انا نقول له صافي انا غا امشي لعندها حد شفت البنت كتتعذب و عد ما كتزيد تغرق كتر بشيت فعلا نعتات لي الدار دقيت عليهم و طلبت ضيف الله و دخلوني قلت استمع الأم ديالها و انا نجياني شان و عاو تلاقي عدك شي اللي دارت بنتها مع البنات الاخرين و قلت لهاي شفت التصوير هذه البنت اللي اداوها قبل و بعد ما تقوليش نفس البنت قلت كتقولي يا بنتي ما تدير شاد شي و بنتي راه سيئة مع الدباء و معندها اظهر حتى خرجت بنتاوية قذبكي و قلت لي يا فعلا حنا درنا هاد شي و انا ندمت عليه و بسببه بقى كان عاني لحد الساعة انا قلبت على ذيك البنت ولكن ما عرفتش دارهم و ما القيتاش قلت ليلك انتي بصح ندمانه و بغيتي الله يغفر ليك على الاقل وريني غير بلاسة السحر فين كاين مشينا اخويا ذيك التنوية بززح تحلولينا حيث كان الصيف و غير الحارس اللي كانت اماك هو اللي قبل انه يدخلنا قلت كنقولي يا ذرا عمل انساني و خصك انت تجري في الخير وادي وادي دخلنا مشينا لطوال يتمشى هو معانا ما كانوا فيها لطواه ولوال و ذيك البلاسة كتخلح عرفتي الجو و كان يخلع ذاك الراقمس كان يقلب و ذاك الحارس معاه و انا شدتني بكياه بديت كنبكي و كل كانت رعد من رغم ان الله كان عاطيني الصبر و التابات ولكن ما قدرت نصبر ما قلت قريبا شي ساعة و هو ما يقلبوا عاطل قلت ذاك البلاسة اللي نعتاد لنا البنت حيث هي اصلا مغتش تجي معانا خافت على رأسه جبدو ميكاك حلا فيها الفوطة الصحية ديال البنت حاشاك مستعملة فيها الشعر ديالها و تصويرتها و شي امور اخرى اللي صراحة انا مش فتاش و رعني الراقي ذاك شغر من البعيد كتليه بلا توريني حتى تأثرت بزاف انا اي بلاسة كيكون فيها السحر داغي كنت تأثر و كنت قياه كنت رعد كتطلعني السخانة بحل يوقع ليه محاضر لأم ديال زوج ديالي صافي خرجنا ذاك الميكا شكرنا ذاك الحاريس و مشينا في حالاتنا قل لي صافي كوني هانيا لغد ليه مشينا انا و ذاك البنت اللي عنده و فك ذاك السحر قدامنا و تخيل معي ان الاب دياله مكانش عارفه شي وجحيه عليها في الدار و بدك يغوت كي قولي انا كنصيفت بنتي تقرى القرآن اشتكت عن شي راقي دخلي سقراسك حيث كان خايف على بنته و انا فهمته ضار بها بزاف ديالروقات و اتشي واحد منفعه رشلي احتوى ضار فيه و قال لي مكانش عليك تدخلي كنت لي هذاك عمل انساني البنت كتقرى عندي مقدرت شنا ما ندخل شون عاونه قال لي اذا بتخيلي معي اكون ذاك الراقي مكانش مزيان ولا زاد اداها كتر ولا تكون وقعت لا شي حاجه و ما تسبني اديكم المهم من بعد ما ولات البنت شوية و تحيد عليها ذاك السحر جال اب دياله و ام هاكي يشكروني بديتهم عند الراقي حتى هو اعتذروا منه و طلبوا السماحة و الحمد لله دي عامونس باش البنت ولات شوية و تبدلت 180 داراجة وراها غادة في حفظ القرآن وقربت تكمل 20 حزب من صحتها كذلك باش ترجع تكمل قرائتها و فعلا اخذت الباك ديال 2024 و قلت منها لها مسيرة موفقة في القرآن حاليا يبقى طالبة عندي و تشاورت معي قبل ان اقرأت القصة دياله لديك شي عالش بغير نقول للناس انهم يأخذوا العبرة من هذا الشيء يعني يردوا البال مع من كي يمشي ولا شكون يدخلوا لدارهم ولا عند من كي يدخلوا و انا اخوي اعرفت القناة ديالك بالصدفة غير هذي شهرين شي ناس من الجمعية كي قرأوا عندي نيت هما اللي ورواها ليا و قالوا لي عاودي قصتك و قصت فلانة على ذيك البنت زعمة فشكرا على هذ المبادرة الطيبة و شكرا للناس اللي يشاركوا التجارب ديالهم شكرا اختيحالي ما شرف لي صراحة و انا اهم حاجة كالربحة من عند الناس و كتفرحني هي هذي دعاوي ديال الخير الخوت كانت دي قصتنا ديال اليوم و انتو ما كيف العادة كان قول لكم لي عندو شي قصة فالها دي بلا ما يسر الضد يعودة لي في انستغرام كانت شكركم بزاف على حسن السماع نتلقاوا في قصتنا الجاية و من هنا لتمك كان قول لكم تهلاولي افراسكم و السلام عليكم اشتركوا في القناة